بحث وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس في عاصمة الموقاتة عدن مع مساعد المدير العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإنابة أندي بليت والوفد المرافق له تدخلات الوكالة الأمريكية في تعزيز عدد من القطاعات الخدمية في المحافظة كما تطرق اللقاء الذي ضمن نائب وزير المالية هاني وهاب والمدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات الدكتورة أفراح الزوبة تطرق إلى دعم برامج الإصلاحات المالية والمصرفية ومستوى الأثر الذي تحدثه التداخلات الدولية والإقليمية في الوضع العام في الدولة وأكد لملس على أهمية الدعم وتداخلات المستمرة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وللجوانب الإنسانية والتنموية لتجاوز التحديات الاقتصادية والخدمية والمعيشية الصعبة والاستثنائية وتعزيز برامج الإصلاحات الجادة للانتقال بالبلاد إلى مرحلة التعافي الحقيقي من جانبه استعرض نائب وزير المالية الوضع الاقتصادي والمالي والتحديات التي تواجه الحكومة مشيرا إلى أن العجزة في الموازنة العامة يتركز في جانبين أساسيين هما المرتبات والكهرباء خاصة بعد تعثر تصدير النفط الخام منوها إلى أهمية تعزيز الدعم الدولي ووضع برامج تدخلات ووفقا للأولويات والاهتمامات بإنشاء المشاريع المستدامة في قطاع الكهرباء للتخلص من أعباء نفقاته بدوره أشارت الزوبة إلى اطلاعها على مستوى تدخلات الكبيرة للوكالة الأمريكية خاصة في اليوانب الإنسانية وقطاعات المياه والصحة والتعليم وبناء القدرات وتمويل مشاريع الدعم لذوي الدخل المحدود لافتة إلى أهمية التركيز مستقبلا على الجانب التموي والمشاريع المستدامة التي تساعد المجتمع على الصمود من جهته أشار مساعد المدير العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن الوكالة سخرت لدعم الجوانب الإنسانية والتموية في اليمن نحو مليار ومليوني دولار خلال العام المنصرم وهي حريصة على تعزيز هذا الدعم وتوجيهه وفق الأولويات التي تقتضيها ظروف البلاد الاقتصادية والخدمية